سنون مغفرات عاشها العراقيون لأكثر من عقد ونصف جعلتهم يرفعون بكل حرقة وعطش شعار نريد وطن هذا الشعار الذي تدور حوله أهداف ثورة تشرين ومطالبها شعار يرفعه المتظاهرون كاليتام الذين فقدوا أباهم وصاروا يبحثون عنه في ركام الغزو والأحزاب لعقد ونصف سلبوا كل شيء ولم يترك لهم من عراقهم سوى ما هو مدون على أوراقهم الثبوتية وحتى هذه حرم الكثير منها في دول كثيرة شهدت ثورات مختلفة رفع المتظاهرون شعارات إسقاط النظام وإصلاح التعليم وتحسين الاقتصاد وغيرها لكن في العراق تختصر كل المطالب بشعار نريد وطنا وإن كشف ذلك عن شيء فإنه يكشف عن حجم الفقدان الذي يعاني منه العراقيون منذ الغزو الأمريكي وحتى هذه اللحظة أما الوطن الذي يبحث عنه العراقيون ويمثله الشعار المرفوع بالتظاهرات فهو يعني إصرارهم على الوحدة الجغرافية للعراق ومشاركة جميع فئات الشعب في إدارة شؤون بلادهم ضمن نظام سياسي مبني على أسس وطنية له استقلاليته بالقرارات الداخلية والخارجية ويحقق العدالة لجميع المحافظات التي تختاره ديمقراطيا وبإرادة حرة دون قمع أو ترهيب الوطن المنشود في ثورة تشرين هو البلد الخالي من المعتقلات والميليشيات والسلاح المنفلت كذلك الوطن الخالي من الفساد والسرقة والاختلاس خيراته ومقدراته لأبنائه لا جوع ولا تسول إنها ليست أمانية بعيدة ولا أحلام مدينة فاضلة بل هي الحقيقة التي بدأت تتجلى في ثورة جسدت كل معاني حب الوطن والتعاون والإيثار وتغلبت على مؤامرات الأحزاب وتحدت قمع الميليشيات ولم يعد بينها وبين شاطئ الأمان إلا جسر من الصبر والمثابرة